اشتركوا في القناة الموبايلات تنقفل والطلعة والدخلة نقللها يعني ماكو داعي ثلاثة اربع مرات نفس الشخص يطلع لانه راح ننبهها وراح ننطيلها ننذار يعني ماكو داعي ليأثر على البقية والكاميرات اكيد تشتغل لانه حتى يكون ايضا المحاضرة تنزل ايضا على شكل فيديو صوت وصورة اكيد مثل ما تعودنا يعني لأسئلة بعدين بعد الاستراحة اثناء الاستراحة راح تتوزع الاوراق والاقلام اللي يريد ايضا ممكن يسأل حتى الفقرة الثانية بعد الاستراحة تكون ايضا فقرة اسئلة واجوبة مساء الخير اهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة من المحاضرات اللي بيا راح نحاول ان نراقب الناس ولو المثل يقول من راقب الناس ما تهمن بس احنا اذا راقبناهم بطريقة ذكية هو فعلا كل العلوم الانسانية جتي من المراقبة والعلوم حتى الالمية جتي من مراقبة الانسان للطبيعة للحياة اللي اللي ما يفتح باللبن يعني من وقت اللبن من هو طفل من هو يرضع اذا ما يمفتح يراقب الحياة كل شيء ما يستفيد يمكن يمكن احنا بحاجة الى شوية مبادئ اساسية في بعض العلوم الاجتماعية راح نحاول نضوقكم من كل جدر كوباية من كل علم من العلوم الانسانية نحاول نضوق شوية هذه الاكتشافات الحديثة المهمة واللي يمكن اللي ما عنده الطلاع راح شوية يتزعزع او يكتشف وكأنه هسه هسه اكتشف راح يمكن اعمل بالمثل القائل اللي كان امي تقوله من كنته طفل صغير لو الجمل شاف اذانه كان حارب زمانه فانا راح اشوفكم اذانكم اشوفكم اشياء موجودة في شخصيتكم حتى ان شاء الله الله لا يحير عبده يكتشف اشياء جديدة في شخصيته وفي شخصية الاخرين حتى لن يتأذى لن يتأذى من الاخرين انا عرضت عليكم في هذه الصورة باب ابتي هذه مشكلتي تذكرون قسم منكم هذا الباب كان استلمه قبلي المرحوم ابونا عبد السلام في الف وتسعمية وثمانين ولما نتوفى بالثلاثة وثمانين استلمتونه انا بالاربعة وثمانين وعشر سنين عشر سنين قضيتونه احاول اساعد الناس في مشاكلهم الشخصية وهذه العشر سنين فتحت عيوني على ضرورة انه الانسان يعمل وقاية خير من العلاج يعني قبل ما يقع الفاس بالرأس قبل ما تصير المشكلة والمشاكل بين الناس لازم يكون عندنا شوية حاسة شم حدث بانه راح اذا مشينا بهذا الطريق اذا سوينا هذا التصرف راح نقع فيما وقع غيرنا واحنا ما احسن من غيرنا ولا غيرنا اسوأ من عدنا العلاقة اللي كان عندي مع الناس تقود خاصة بالسنوات اللي قضيتوها بالعسكرية والعسكرية مدرسة للعلاقات الاجتماعية خاصة ذبوني طروني من الشمال للجنوب من سمال زاخو الى جنوب العمارة وهونك اكتشفت طبقات اجتماعية اشكال والوان من الناس وحقيقة من كثرة ما كنت اراقب واللاحظ والانتبه على هذول الناس اكتشفت كثير اشياء في حياتهم وامراضهم وقلقهم وتصرفاتهم وتساؤلاتهم وخاصة اللي حاولون يفهمونه وكانوا ينتظرون مني دائما جواب جواب ملائم وكان اكو اذكر في واحد نايف ضابط مسيحي بالعمارة بس يشوفني يقل لي ابونا سؤال فحتى اطلقته علينا اسم ابونا سؤال دائما عنده اسئلة قبل ما اجاوب على السؤال يرقعني بسؤال اخر فقلت له يعني شوية بطل بطل هاي الطريقة اذا تريد جواب انتظر انطيك الجواب او احاول انطيك الجواب بالحقيقة يمكن هو ما كان ينتظر جواب بس لانه كان عنده قلق وكثير من النا عندهم قلق يحتاجون اجوبة السبب يعود حسب رأيي انه كثير ناس يعيشون في سطحية يعني يشوفون ظاهر الامور قشر الامور يعني يشوفون الزهرة بس ما يشوفون الجذور ما الزهرة يشوفون الشجرة بس ما يفكرون بانه انقدها الشجرة واربع مرات اكو جو الارض جذور لنخلش قد هي عالية اكو انقدوا اربع مرات جذور جو الارض هذه الجذور لو لاها النخلة ما تقدر تقاوم ولا دقيقة امام الرياح وامام العواصف اذا تصرفاتنا ما لازم تكون ناتجة فقط عن السطحية او الاشياء الظاهرية والانسان عادة حرامات الانسان تصرفاته سطحية ما لازم نحكم على ظاهر العمل لا تحكمون من يسوع يقول لا تدينوا لألا تدانوا يعني لا تدين الظاهر مرات كثير مرات الانسان يتصرف ظاهريا غلط بس هو صحيح تعرفون ذيك القصة ما هذا في امريكا اللي جابونه رجال كبير كنت سرق خبز من فرن كنت سرق خبز هذا سارق مسكونه جابونه للمحكمة قالوا ليش سرقت قال كنت جوعان وانا فقير ما عندي قالوا غرمتوك عشرة دولار قال انا ما عندي اشتري خبز شون عندي قالوا غرمتوك عشرة دولار ومديدوه على جيبوه قال هاي من اندي عشرة دولار وحكمتو على كل الحاضرين يمدوه نيدم بجيبهم وكل واحد منهم ينطيك عشرة دولار حتى لا يفطر واحد من شعبنا يسرق لأنه جوعان فهوني الحاكم كان عاقل لأنه ما حكم على ظاهر الامور اللي هي جريمة يحكم عليها القانون السارق ينحكم بس هكذا بلد اللي يفطر شخص أن يسرق لأنه جوعان إذن هوني هذا الحاكم كان دخل وراء العمل وراء الظاهر وراء الأشياء اللي تظهر إذن اللي نحاول بينه نحنا في دراستنا للشخصية واستعراضنا لبعض الأشياء ما الشخصية وهذا فرد عمل حقيقة أريد خلي نقول هو سفرة أخذكم هالأسابيع الجاية سفرة إلى أعماق المشكلة إلى أعماق المشاكل ورح تشوفون إش قطيبي هذه السفرة حتى نلجأ إلى مفاتيح لأن أكو دائما عندنا مفاتيح والعلوم الحديثة انططنا مفاتيح حتى ندخل في أعماق المشكلة أنت من يكون عندك من انقطع الكهرب ودتدور على فرد شيء إذا ما عندك ضو ما تقدر ما تقدر تلقينه حتى لو تأثر بينه أنت ما تقدر تلقينه ولهذا إحنا بحاجة إلى ضوء إلى تورتشلايت إلى كهرباء إلى شيء يضوي الأشياء لأنه عندك أنا عيني الشيء بس بيني وبين الشيء أنا بحاجة إلى مصدر تسليط ضوء العلوم الإنسانية بالحقيقة هي الضوي للطريق وخاصة الخبرة الخبرة خبرتي خبرة الناس خبرة اللي جوا قبلنا تراكم الخبرة فرد شيء هائل اللي بيناتكم يحب التاريخ يفهم أشقد التاريخ بينه خبرات ومع الأسف الناس ما تقرأ التاريخ لكن قرأ هتلر قصة نابليون بونابارت كان أعرف أنه مايسر يهجم على روسيا بالشتي لأنه درجة حرارة 40 تحت الصفر ماكو جيش يقدر يمشي ماكو دبابة ماكو سلاح يشتغل كله يجيم وهالشكل ارتكبوا كل الدكتاتوريين نفس الحماقة لأنه ما قروا التاريخ وإذا قروا التاريخ تصوروا بأنه الانتصارات كان سببها ظاهرياً بس عفترة وعنترة وإبراز عضلات أبداً أبداً أكو شيء آخر خلف هذه الانتصارات أكو خبرة أشني هذه الخبرة الخبرة هي التحرر من الأحكام أحكام مسبقة كل جماعة الفلانية حرامية كل جماعة الفلانية تنبلية كل أهل فلان قرية ما يسوهم فلس هذه أحكام مسبقة نحن كثير مرات نعمل أحكام مسبقة بقعداتنا باهتماماتنا الاجتماعية مرات كثير من أن تبه على حكي الناس أقول يعني هذولا هذولا ما يفكرون ما يفكرون أشقد الأحكام المسبقة هي سبب كثير من المآسي والحروب أعرف فد واحد صديقي ولو هو من فلان جماعة بس هو خوش ولد لماذا هذا الحكي هذه أحكام مسبقة هذه أحكام مسبقة خطرة جدا وأكو أيضا خلال التاريخ أيضا يعلمنا أنه كل شيء سيطرة كل شيء هيمنة كل شيء محاولة وضع يد كل شيء سيطرة والصراعات والحروب كلتها تجي من هذه الرغبة اللي عندنا من طفولتنا الطفل البيبي اللي ما يقبل يأكل يحاول يسيطر على أمه الرجال يحاول يسيطر على مرته ومرته شوية شوية تأخذ بوشو وتسيطر هي علينا وهو وبعدين يمشي هي كلها سيطرة في سيطرة مثل الواحد كان يسأل يقول له يقول له بالبيت منه يحكم يقول طبعا طبعا أنا قال له شون قال إلي الكلمة الأخيرة أنا دائما أقول نعم ستي إلي الكلمة الأخيرة حقيقة حق السيطرة والهيمنة هو بعكس ما يدعون إلينا الإنجيل من كان كبيرا فليكن خادما ومن سخر كميلا امشي معه ميلي أنت ما لاحظتم أنه كثير من الناس كثير من الناس حياتهم الدور حول التشكي والدمدمة هذا اللي لاحظتمه هالأيام كنا فيه مؤتمر وجدت جماعات من المنظمات الغربية المسيحية اللي تحاول أن تساعدنا وتساعد المهجرين إلى آخره انتبهتوا أنه بالحقيقة كثير كثير ناس بدون أن يشعرون أسلوبهم هو التشكي النكد ويمكن هذا أحد الأمراض العائلية اللي رح نتطرق علينا النكد والتشكي أو أتذكر كنت وحدي أقاربي من أخابرة بس تشيل التلفون أنا قد أخابر هما ليحجين ببالك العتاب العتاب يسمونه صابون الحباير لا صدقه ما خوش صابون أبد ما خوش صابون شنو سبب التشكي شنو سبب هالشكوى أكو مثل يقول أشكوى لغير الله مذلة طبعاً مذلة وحتى مع الله ما لازم نشتكي بالعكس لازم نفكر بأن الله يحتاج إلى أكثر يحتاج إلى شكر ليس تشكي القداس ما لنا ما اسمه قربان التشكي لا القداس ما لنا هو قربان الشكر حتى لو كنا لو كنا في أسوأ الأحوال أكو شيء نقدر نشكر علينا ليش نشتكي ليش ندمدم لأن نشعر بحاجة إلى أكثر لأنه إحنا مضيعين فتشيء كل واحد من عندنا كنضيع فتشيء بعد شوية رح أقرادكم فتقصة قصة قصيرة لكاتب عالمي لكاتب كبير ورح تشوفون شلون هذه القصة رح تسلط ضوء على قصتنا نحن هذه القصة رح تدخل كل واحد كل وحدي منكم إلى ذاته إلى فهم لذاته إحنا ما نكتفي أنا هل عشر سنين اللي قضيتوها أسوي هذا الباب بأبتي هذه مشكلتي ما كنتو ما كنتو أبداً أستعمل الأسلوب اللي عادة بعض الناس يستعملونه يلا ما أكو مشكلة بسيطة مشي عبر عبي بالخرج هذا حكي صاحب المشكلة عنده مشكلة ما يصير إحنا نجي نهون علينا بهذه الطريقة يعني شخص ما تلفت شخص ما يجي أقول له يلا ليش بس أبوك مات كل الناس تموت ما يصير أقول له هالشكل يعني هاي هاي ما أخوش ما أخوش جواب صحيح إحنا بالتعازي نستعمل كلمات تقليدية روتينية إلى آخره بس إحنا تعزية إحنا رايحين تعزية يعني هذا الجرح ينراد له فتشيء يطيبه ما ينراد له شيء يغطينه جرح أوكي نغطينه لا ممكن يخزن الجرح ممكن يدمل يثير دملة ممكن ما يشفي نراد نحط له دواء والتعزية هي فعلا دواء بس ما كل الناس يعرفون يستعملون الكلمات الملائمة للتعزية يمكن بس الأمهات يعرفون من يقع الطفل ويأتي ليش يجعد أمه من يقع الطفل واوة ليش يقول واوة أمه هي اللي عنده خبرة من الله عنده خبرة تبوس المكان اللي وقعه لنجرح وتشوف الطفل يرتاح هي ما حطت له شيء بس يمكن قالت الكلمات اللي هو بحاجة إلى يمكن أرفت شلون الطيب خاطره وأصور هذه الخبرة إحنا رح نسحسلها طول حياتنا رح نعيشها طول حياتنا ندور على فالشخص شوية ينطينا إذنه يقول واحد عاقل يقول نقضي حياتنا نستجدي ولو ربع إذن لأن العزلة صعبة لأن العزلة العزلة ولو إحنا عايشين في مدن ولو عايشين بين الناس بس ياما وياما ناس أكو شيء بقلب ما كن قدروا يقولونه وكثير مرات مني ينطيلم واحد فرصة حتى يقولونه الله أكلم الكلمتين هي وبعدين وقشون وأباوع على هذا الشخص أنشت كل الدنيا وأباوع على هذا الشخص الذي جاني حتى يحكيني مشكلته وبعدين وهذا فرغ فرغ الكيس مالته يقول حرام لا يكون مثل هذا الدكتور أشقد يفتهم لماذا؟ لأنه ساعدني أن أعصر الدمام المالتي المتراكمة ساعدني بينما إذا شخص يمر بجنبك حتى صباح الخير لا يقول لك لا يسلم عليك يعيش معكم هذا الشكل ماذا تتنرفز منه؟ ماذا تزعل منه؟ لماذا لا يسلم عليك؟ لماذا لا يهتم بي؟ لماذا أنا؟ فقط وقت الذي يحتاجني يوجد من هذا الشكل وقت الذي يحتاجني مرحبا ماذا؟ لا يوجد إلى آخره يوم الذي لا يوجد شيء حرام إذا يقول لي مرحبا لماذا؟ لماذا؟ سندرس سنرى لماذا هؤلاء الناس مهمومين بالأنا مالم بذاتهم إذن افتهمتوا من خلال هذه الخبرة مع العشر سنين بأنه مشاكل الناس ما تنحل لا بالنصائح ولا بالأخلاقيات ولا باليجب علينا ويلزم وعليكم وإنما خاصة بعض الكهنة في كرازاتهم أخاف منا قلوا من الطلاب يكن ربيتوا أكثر من أربعمائة تلميذ اللي صاروا كهنة ورهبان وراهبات أقل مديروا بالكم من النصائح والأخلاقيات لا تكون كرازتكم نصائح وأخلاقيات لأنه بزعنا يبزع الولد خاصة المراهق من الأب الذي ينقر برأسه نصائح وأخلاقيات نصائح وأخلاقيات بحيث يدخل منه ويطلع منه ليش لأنه نحن بحاجة إلى فهم ما بحاجة إلى بس تلقين دروس فوقية هاي كلها ما بيها فائدة ولهذا المسيحية هي ديانة خلاص ديانة خلاص الإنسان ما يتحرر ويخلص إذا كان أكفت عين لتراقبه وأكفت كاميرا مثل ما نشوف بالشوارع دير بالك أنت مراقب أكو كاميرا تراقبني يقال أن لندن هي أكثر مدينة بالعالم بها كاميرات مراقبة أخاف يصير فاتشي حتى يجيبون الفيلم ويراقبون يشوفون من عمل هذه الجريمة إيه بس صحيح يمكن المجرم واحد بالمئة أو أقل من واحد بالمئة بس خطيئة هذول تسعة وتسعين ونص هذول مراقبين طول الوقت هم يخليهم فالنوع من الشعور بعدم الارتياح إذا أنت تشعر بأنكو كاميرا تراقبك ما تبتحكي الحيطان عنده أذان يا معود لا دستر علينا الاتحاد السوفيتي أذكر كان دائما أكو مخابرات والنظام السابق مخابرات مخابرات وهلكلم أشقد كانت زربعنا وتخوفنا القانون الخارجي ما يفيد الشريعة الخارجية ما تفيد يوحن يقول إنما الشريعة جاءت عن يد موسى الفين سنة اليهودية تحاول أن تصلح الناس بالشريعة لا تقتل لا تزني لا تشهد بالزور لا 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 إجا يسوع قلب قال أحبب حف إنما الشريعة عن يد موسى جاءت وأما المسيح فالنعمة والحق النعمة الشعور بالنعمة هذا الشعور الداخلي بأن ابن الله ابن الله ما أحد يحكم عليه ولا أنا أحكم عليك يقول يسوع للزانية ولا أنا أحكم عليك ليش ما يحكم عليه يسوع ليش لو كان هذا الرجل برا لعرف من هي ها إحنا نقضي حياتنا نحكم عن ناس من أي منطلق نحكم كلتنا نحكم على كلتنا ولهذا ما أحد يتحرر ما أحد يشعر بالخلاص ليش لأنه ما نعرف أصل الشر لأن احنا نتصور أنه الشر هو بالآخر الشر ما هو بالآخر هذا الذي يثبت الكتاب المقدس أنه الشر هو شيء غامض ونبدأ بآدم ونرى أنه وكانت الحية أحيل حيوانات الجنة يعني حتى الشرير يلبس فد شكل قبيح الحية قبيحة الحية ما محبوبة كلنا نخاف من الحية حتى لا يكون الله هو الشرير الله هو اللي يؤمر بالشر هذا يسوع رح يحاول أشي يسوي مو يشرح الشر كثير من الناس يسألوني أشيون الشيطان وأشيون الشر يعني حيرانين حتى أنت عرفت الله منه حتى تأتي تسألني على الشر هو الله نفسه بس يريد أن لا تخلطوا مع الشرير ولهذا في صلاة الأبان نقول نجينا من الشرير يعني نجينا أن نعتبرك أنت شرير أنت صاحب الشر أنت اللي يتأذي العالم نحن عادة عادة بل ما نحس على نفسنا كثير مرات نقع بهذا الفخ نعتبر الله شريح الشن من الله يأخذ حقي منه من الله ينتقم الله يكسر رقبته منه قال لك أنه الله اختصاصه كسران رقبت العالم منه قال لك منين تعرفين بأن الله هالشكل يأخذ حقه إيه خماء الله عنده حجاب يشمر هذولي ذاك اليوم عملوا فلان شي طلعوا طراب دعمت سيارتهم ماتوا كلتهم إيه طبعا الله يسوع ينقذنا من هذا التفكير الخاطئ نجينا من الشرير تأني نجينا أن نعتبرك أنت صاحب الشر ولهذا ما كفت الديانة ولا كفت المسيحية خلال هال ألفين سنة حتى تنقذنا من مشكلة أن نعتبر الشر والخير من مصدر واحد لا جاء علم النفس وجاء علم الاجتماع ورح نشوف أنه الكتاب المقدس سليم نفسيا كثير كثير نظيف كثير مستقيم فكر الكتاب الذي انقبل في الكتاب المقدس تعفون قبل كان ألف كتب فجأة يجيون يقولون هذا الكتاب يدخل ضمن المقدسات يعني لا تتخيلون هذه الكتب التي وصلتنا هذه الأسفار التي وصلتنا بالكتاب المقدس هي بوحدة كتبت لا أنا درست الكتب التي حاول يسوون مثلا يعني يقلدون ينجيل متوي يقلدون ينجيل أكو أناجيل نسميها منحولة عندي موسوعة لكل الأناجيل التي انكتبت أو الأسفار المقدسة التي انكتبت بين الأهد القديم والجديد 300 كتاب انكتبوا بين الأهد القديم والجديد باقي الفترة التي لا يوجد بالنسبة لنا من نهاية الأسفار مثل سفر زكريا إلى العهد الجديد هناك 300 كتاب نعرف أن يسوع كان يقرأ كتب مثل الشهداء أسفار أحنوخ كان قرانوا يسوع لكن هذا الكتاب لم يدخل بالكتاب المقدس لماذا؟ لأنه قالوا هذا يدخل هذا ما يدخل ليس لأنه لا يأخذ كتاب لا يأخذ كتاب هو لكن اختيار كان لازم يكون فرد شيء يعني خفيف ما خف حمله وغلى ثمنه من تروحون سفرة ما يزير تأخذون كل العفش مع البيت إثه اللاجي والتلفزيون والقنفات ما تقدرون خذ شيء خفيف حتى تسافر هذا كتاب السفر ما لنا حتى يسافر عبر التاريخ وصلنا بعد 3000 سنين بعد 2000 سنين من العهد الجديد وصلنا كتب خفيفة صغيري ولهذا ما هو مجرد كتب وقصص ومعلومات خارجية لا رح أشوفكم مش شون هذا الكتاب هو معلومات داخلية يعني هو قصتنا قصة كل وحد كل واحد من عدنا عند علاقة بحياتكم لمن ما نقدر نقرأ بصورة صحيحة القصة الموجودة بالكتاب المقدس نقع في الضجر شون نعرف شخص مراهق أو مراهقة مولي أنا عمره بين 14 و 18 و 20 سنة لا أعطيكم علامة ما المراهقة أبونه قي يحكي واما قد تحكي واثنين مقيس وقوم صحب ومعان وأبني وأبوي وأختي وأختي وعمي وإلى آخر هي حكي هو الضجر الضوجة يعني ممكن شخص يكون مراهق وعمره 60 سنة نعم أبو أبو دائما مراهق الإنسان العاقل ما يضوج الإنسان اللي عنده حب التعلم حب الاستطلاع يعني يريد يشوف الدني ما يضوج أبد أشون أضوج وأنا عايش مع شخص أحبه اللي هو أنا يشون أضوج من نفسي إذا أحب نفسي يسوع يقول أحب قريبك أحبك لنفسك يعني أحب نفسك صادق نفسك أعرف ذاتك بدت الفلسفة بهذه الجملة المكتوبة في مدينة قريب من أثناء اسمها ديلفت ديلفت إغنوسيسي أفتون أعرف ذاتك شاف سقراط لمن راح زار هذه الكاهنة الحكيمة بالقرن الخامس قبل الميلاد صدمته هاي الجملة أعرف ذاتك عرفوا ذاتكم إذن شنون أعرف ذاتي هل يا تورة أقدر أعرف ذاتي هذا خشت أهل بالماضي ما كان يكن مرايا مرايا هسا الحمد الله والشكر عندنا مرايا مية بالمية صافي قبل أشون كان يعملون مرايا بزمن يسوع كان يأخذون قطعة نحاس يودوا عند الصفار الصفار كان يحاول يعدل 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 يسقل يسقل يعني يا تبين والتشك يا ما تبين يعني مثل مثل ماي من اتباوع بالماي مثل اتباوع فإذا فإذا اكو عالم نفساني كبير اسمه جاك لا كون توفى سنة 1965 68 اصور جاك لا كون عنده كتاب الطفل والمرأة عمل دراسة على علم النفس مع المري يعني شون شون الطفل يتعامل مع الانا من يقف قدام المري يتعامل فإذا العلم كبير هذا عندنا شباب وبنات يمكن يقف ساعتين قدام المري وما يجبع ومش عرايتين لم 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 المري تسحرني إلى أي عمر يبدو الطفل يقرف نفسه يقرف الانا ماله إلى أي عمر سؤال سؤال كويس بس إحنا إذا كنا بحاجة الخاطر الويتش مالنا أو الشكل مالنا أو التجعودات مالنا للمرأة العادية قد إحنا بحاجة إلى مرآة لداخلنا منه يقدر يشوفني صورتي الداخلية منه أتصور هاي المحاضرات رح تكون مرآة يعني كل واحد منكم على قد حالوا على قد حاجته رح يحاول أن يأخذ من هالمحاضرات الأفكار اللي ممكن تساعدوا أن يشكل يشكل فكرة نبدأ القصة من آدم وحواء قبل كل شيء ما ريدكم تتخيلون أنه آدم وحواء هي قصة ولا هي حكاية ولا هي أسطورة هي قصيدة قصيدة شعر كتبفت شخص عاقل فاهم بعلم النفس هي قصتنا ورح يشوفكم الشون قصة آدم وحواء إذا قرناها من فد منظور جديد رح تكتشفون بأنه قصة آدم وحواء ما مكتوبة قبل ثلاث ثلاث سنة مكتوبة البيحة لا لا مكتوبة اليوم هذا الكاتب يريد يفهمنا ليش أسحسل وراي شعور بالذنب نرجع على التقصير العتاب النكد الدمدمة ما هو سببه؟ سبب الشعور بالذنب موجود بنا كلتنا يمكن ربنا علينا يمكن يمكن من كنتي صغيري يمكن تقول شعب التفلان أحسن منك شاطغة هي طوعة المدرسة أنت أخوك يأكل أحسن منك ليش ما تاكلين هاي المقارنات تخلق عند الطفلة أو الطفل شعور بالذنب وياما وياما إحنا حملونا أهلنا بسبب جهلم حملونا مشاعر رافقتنا طول حياتنا حتى الديانة يجي يسوع يقطع لسينك ليش من كنته صغير خلقته قلت فد ما سببه يجي يسوع يقطع لسينك لا صدقه يسوع ما يمكن قطع ولا لسينك حياته ليش أمي تستعمل هذا التعبير ليش تخلق عندي شعور بالذنب يخوفني بس هذا الشعور بالذنب راح يدمرني راح أجرجره طول حياتي الخطيئة الخطيئة كل الديانة تحكي عن الخطيئة وتتندد بالخطيئة وتقتل الخاطئ وتنتقم من الخاطئ القوانين تنتقم من الخاطئ والمجرم تعدمه بس المسيحية حب الخاطئ غريبة هناك فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين لا يحتاجون إلى توبة الخطيئة الخطيئة بمعناها الجوهري أشني الخطيئة بمعناها الجوهري هي تخلي الله عننا هي الانفصال عن الله وهذا الكاتب من قصة آدم يحكينا عن هذا الشعور بأنه الله زعلان الله انفصل عننا مولي أن هو زعلان بس أنا ابتعدت عنه ولهذا يصير عندي قلق هذا القلق والشعور بالفشل والشعور بخيبة الظن هذا يسمينه الكاتب العري يقول اختبأ آدم وحواء اختبه ليش قل لم ليش انتم اختبيتم هو جاي يسأل لم وينك يا آدم وينك يقول له رأيت نفسي عريانا فاختبأته من قال لك أنك عريان من قل لك شفت نفسك ما كانكم ريي هذاك الوقت شفت نفسك بالمرية حتى تشوف نفسك عريان لا أكو تساقط تساقط مشاريع اكتشاف خبايا وخفايا بالعلاقة المسألة ما هي بالخطيئة بالحقيقة بالعكس الخطيئة هي نور كان عندنا استاذ باللهود كان يقول أكبر القديسين هم أكبر الخطأة لأنه القديس بس يعرف خطيئته بقية الناس ما يعرفون خطيئتهم يعني أش بيك يعني أخو ما أشعملتوا دغوا حشوف اللي ياكلون الستة والسبعة جيت عليه مجلب به أش سويته إحنا دائما نقارن نفسنا مع بعضنا بعض في تصرفاتنا السيئة بس بالحقيقة القديس هو فرد شخص يشعر بالتقصير حتى لو كان هذا التقصير شعراي أخرج الخشبة من عينك لكي ترى القذى الذي في عين أخيك خطيئة الآخر مقارنة بخطيئتي هي قذى يعني بليس صغيري في عينه أنا أكو في عيني خشبة تمنعني أن أشوف تمنعني يقول أخرج الخشبة من عينك شوفوا شون مقارنة رهيبة أن الخطيئة مالتي دائما هي اللي تسد رؤيتي للآخر الآخر ما يساوي خطيئته يعني إذا ابنكي وقع بالطين بالوصيان وكله تليص تشيلينه الذبينه بالزبل لا تغسلينه نظفينه نظفين أذانه طلعين كل الأشياء اللي دخلت بمناخيره بأذانه يمكن أسبوع حتى تنظفينه هذا الطفل بس ما الذبينه الآخر ليش أذبه أقول هذا سوى غلط فإذا إلى جهنم وبئس المصير ليش ليش ليس ما نعرف الآخر منه وهالشكل نكتشف شقد إحنا بحاجة إلى مخلص إذا الآخر خاطئ أنا أسوي كروس علينا بس إذا أنا خاطئ هل أقبل أنه أنا الله يقل لي أنت تساوي خطيئتك فإذا أنت ما عندك مكان عندي صلي لأجلنا نحن الخطأ ما نقولك اليوم صلي لأجلنا نحن الخطأ إذن قلنا أعترف أنه كلتنا خطأ الخطيئة إذن ما تقود إلى الدينونة ولا إلى الحكم النهائي الخطيئة تقود إلى الفهم العميق وكشف طبيعة الله وكشف منه الله بس الخاطئ يعرف منه الله بس اللي يفهم الخطيئة يقدر يفهم الله لأنه الله يساوي حنون رحوم كبير الرحمة هذا هو الله الحنون لو لا خطيئتي ما اكتشفت الله والصينوس قال طوبة للخطيئة التي استحقت لنا مثل هذا المخلص خلي نقرأ هاي القصة حتى تشوفون إش قد قصة آدم وحواء هي قصة واقعية كتب شخص كتب شخص اسمه كتب هذا اسمه ولد سنة 1850 ومات سنة 1893 43 سنة مات ثلاثة سنين الأخيرة كان مستشفى الأمراض العقلية مسكين تعتبر هذه القصة اللي رح أقراركم هي أشهر قصة قصيرة بالعالم اسمه لاباغور الحلية الزينة تقول القصة كانت هذه السيدة أنيقة بس ولادتها كانت من عائلة مكثير راقية بذاك المجتمع الفرنسي ما لذاك الوقت اللي كانت طبقات ونبلاء مصيبتها أنه ما كان عندها دوتا دوتا يعني ما كان عندها فلوس أهلة حتى يدفعون عليها لأن مجتمع الفرنسي مثل الموصل يدفع حمالي للبنت حتى يطلعوها بزواج سعيد وكانت احلم بأنه يكون عندها فدم معيشة طيبة وأنه تكون محترمة بالمجتمع ومعزومي ويودوا ويجيبوها حتى تتزوج من شخص زنقين تزوجت من فدموظف عادي بسيط في وزارة المعارف عن المعارف وكانت الحواس التي تلبسها بسيطة وكان هذا يعذبه لأنه تريد تلبس مثل طبقات المجتمع اللي ما هي طبقته كثير من النساء يمكن جمالهم يعوض فيخطبهم شخص من طبقة عليا بسبب جماله أو بسبب أصله وفصله بس هي ما كان عنده كل هالأشياء ما كان عنده ولا شيء حتى يصعد طايا أعلى من طبقته رغم أنه هي كان تتمنى أن تكون أنيقة غريزيا وكان تشعر أنه ما تقدر تكون من عمة الشعب السعيدات من النسوان السعيدات هذا كان يوجع أنه هي ما عايشي بترف بيتها عادي بسيط حيطان البيت بائسة القنبات عتيقة قماش البردات وسخ قديم يمكن مرة أخرى ما كانت تهتم بهذه الأشياء بس هي كانت تحرق بنفسها كانت تغضى بكثير حتى المرة اللي كانت تيجي تخدمها تساعدها ما كانت تقدر تدفع لأجور حتى تقضي كل الوقت عندها كان تحلم بأن يكون عندها إيوان أو صالون تستقبل بينه الناس وبينه هالفرش الشرقية أو المصابيح أو الثريات بالبيت أو الخدام يروحون يجون كانت تحلم كانت تحلم يكون عندها عطور يكون عندها أصدقاء من الإقبار والنبلاء اللي يهدوا الهدايا قعدت على العشاء مع زوجها وفتحت الرجال الزوجة فتح معون الأكل وعجبوا أن يقول عشتيتكي يعني اللحم طيب ريحطه كلش طيبي بس يا ما كانت تفكر بالأكل تفكر بالمواعين الفضية اللي كان ممكن تكون على ميزة تفكر كثير أشياء وكانت تحلم تحلم بالمأكولات الأخرى اللي يأكلوها الناس ببيوت الأغنياء ما كان عندها ما كان عندها كثير ملابس ولا كان عندها زينة زين بيها صدرة بس كان عندها فالصديقة من زمان الدراسة ما تحب تزورها لأنه تموت من قهرة من تزورها هذه الصديقة زنقيني وعندها كل شيء وكل مرة كان تتذكر الفرق بينه وبين صديقته كانت تنزل دموعة فاليوم رجع زوجة من الشغل قال له اتسامته إلى أذانه قال له خذي خذيك هذا ظرف جانا دعوة من وزير المعارف كي يعمل حفلة في الزور حصلت هذه الدعوة ومكتوب بيها وزير المعارف العمومية وعقيلته يرجوان السيد الوازيل اسمه وعقيلته أن يشرفاهما بحضور الحفلة الساهرة التي ستقام في ديوان الوزارة يوم 18 من كانون الثاني بدل ما تفرح على هذه الدعوة ذبت الكرت على الميز وقالت له ماذا تريدني أعمل بهذه الدعوة قال له صورك أنت تفرحين وانت لا تخرجين كثير من البيت وما تلتقين كثير من الناس الناس غير كي كانوا يتعارك حتى يحصل هذه الدعوة ومسوية جيدة وشخصيات وأكل ورقص وحفلة قالت له ماذا ألبس بهذه الحفلة ماذا تريدني ألبس الرجال الخطيئي ما كنفكر ماذا تلبس قال له أتكي فالثوب زين هو اللي هذا نروح بينه على المسرح أصور هذا الثوب ملائم وفجأة بدت تبكي فالبك أي شون تريدني أروح بهذا الفستان إلى هذه الحفلة والرجال الخطيئي قال له شبيكي شبيكي يعني أنت فحاولت بين دمعتين اللي كتبربرة على خدة قلت له ما أني كل شي لا فستان مثل وادم ولا حلي ألبس بصدري مثل أو آدم والرجال قال له يا عزيزتي يا ماتلدا ما يغادل شي بعشرة فرنقات تقدرين تشترين ورداي من هذا الورد الثمين تعلقينه فستان كي والورد فتشي حلو هو يعني ورد طبيعي زين ما يخالف يلا يعني إذا ردت فستان اش قد يكلف ما يتمون خوفه بهذا السؤال خطيئي أش قد يكلف هي حاولت أن تحسبها وتجمعها وتطرحها قلت له أربعمين فرنق أقل شي إن غادلي خطيئي مشكين هو كي نحضر هالمبلغ حتى يشتري له فتبندقية يطلع للصيد بيها مع أصدقاء وبالصيف قال لي يلا ما يخالف أعطيكي الأربعمين فرنق وحاولي أن تلقي لكي فتفستان بهذه الأربعمين فرنق اخترى بيوم الحفلة وحضرت نفسه المدام الوازيل حضرت نفسه بس كان يبين علي القلق والهموم فديوم زوجة قال لي أش بي هاي ثلاثة يام أنت ما مرتاحة قلت له اللي حتزني أنه صحيح عندي فستان بس ما عندي فرد عقد فرد شيء ألبسه فتحجر كريم يعني سأكون أبأس وحدي بالحفلة كل ملابسين أشكال وألوان أنا أشعر ألبس بهذه الحفلة قال لي حاولي ما 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 عدنا قلت له أنا سأكون مثل وحدي فقيرة بائسة قال لي لماذا لا تذهب على صديقتي هاي التي كانت معك أكيد عندها كثير من هذه الأشياء تنطي دينك فد وحدي تلبسي ها بالحفلة وترجع إلى هي بعدين فقلت له برابو عليك هاي خش فكرة أنا ما فكرت بيا فأني يوم راحت عد صديقتها وقلت لا لو أقدر أدين منك عندي حفلة فد عقد فد شيء قلت لا جابت لفت صندوق متروس المجوهرات مالتها قلت لا يا عزيزتي اختاري فإقامة تقلب بالأساور وتقلب باللولو وشأفة صلبان وأحجار كريمة قلت لا أدكي غير شيء قلت لبلي عندي غير شيء عندي راح جاب صندوق صغير من ديباج أسود فاخر وفتح وهاي من فتحت وإذا ترجف وفعلا شافت شيء كان تحلم بينه قليدي وبنهايت فت حجر كريم هالشكل قلت لأقدر قلت لأي تقدرين وتقطت علي تبوص بيا وتشكر لأن أخذت الباكيت والقليدي وراحت على الحفلة الحفلة جدت وصارت وحضروها ناس كثيرين وهي كانت تلمع بهذه الحفلة بالفستان مالتها والقليدي مالتها وكأن الناس يتسابقون يطلبون منها تسمحي لي بهذه الرقصة وإلى آخرية حتى الوزير طلع علي سلم علي يعني لاحظة وهذه كان من نسبة ألا فرد شيء كبير باوى حتان حتاني حتاني الشيخ وكانت وكانت ترقص من كل قلب ونسية كل المشاكل مالتها في هذه الحفلة والإعجاب اللي كل الناس كانوا معجبين بيا بالحقيقة إلى ساعة أربعة الصبح ظلت ترقص ظلت ترقص جوجة خطي مبطح في غرفة قريبة تعبان هلكان تمدد وثم مفتوح قيشخر في غرفة مع ثلاثة آخرين من الرجال اللي كانوا قينتظرون نسوان متخلص ترقص فلما جدت علينا وقام شلح شاكيته وطبعا هي اللي بسي فستان ودني بيردي فغطاها لزوجته و بس هي يعني استحت قلت يلا يلا بساعة لأنه غير من النسوان كان عندهم كان عندهم كان عندهم اسسم الفراء الفاخر بس هي قبلته بشاكيت زوجة وطلعوا بسرعة بس طلعوا بالشارع ذاك الوقت في باريس ما كان أكو سيارات كان أكو حوذي يعني عرباين فأيما العربان اللي يوقفوها ما تقف قطعوها مشي مساكين ووصلوا إلى نهر السين في نهر السين أكو مثل قوارب مثل تعمل تاكسي ربقه في أحد القوارب ووصلوا إلى شارع مالتهم ورجعت الكآبة عليها وخاصة هو بدأ يهتم بأنه ساعة وصلوا ساعة ستة الصبح على البيت وساعة عشرة لازم يكون بالدوام بالدائرة مالته و لمن فاتت ووقفت قدام الأمرأي وقف قلبه لأنه العقد ماله ضاع شافت بأنه بهال لبكات والركض والأشسمة أثاري العقد ماله كنه انقطع وضاع وصرخت وجازوجة عليها بذاك الوقت قلت له العقد مالي ماكو هاي أشلهم ماكو وين خليتينه وقام يدورون بين الحواس وبين التنافس وبين السجاد وأشسمة ماكو طلع بالطريق اللي جوا منه قام يدور ماكو حاول خطيب بقي إلى ساعة سبعة الصبح حاول أن يسأل يدور على العربان العرباي هون قبل كأحد لقان ماكو هي جا رجاء شاف قاعدي على القنفة لا تقبل تنام لا تقبل ترتاح رح الشرطة سجل دعوة أنه ضيع فدع قد غالي ونشر خبر بالصحافة اللي لقي من يعطونه مكافأة ثمينة وقال لكل المصدر مع العربان تسية هون كذا أحد يهدينه بل يلقينه وهي بقيت هذاك النهار كله ديخاني ورجع من الدائرة مال ومكسوف الخاطر وقال لها قل لي لصديقتك اكتبي بأن هذا المشبك ضاع بل تنطينا مهلة حتى نلقي غيره بس هي ما ما جاصرت يعني اش بيما وش راح تقلى انه ضيعت القليدي مال صديقته شون راح تقلى بالأخير قرروا انه ما في حل الا ان يشترون مثله ويحطونه بالباكيت ويرجعونه يرجعونه لصديقته في صباح اليوم الثاني اخذوا الباكيت الى المجوهراتية ودوروا كل السوق عن اللي صنع هذه الحلية دوروا كل السوق راح وانتصال المكتوب الماركة المكتوبة على هاي قلم انا سويت الباكيت بس الحلية ما انا سويت ها فقاموا دوروا بالدكاكين والمحلات مصصية اذا اكوا قلادة تشبه لقوا واحدة تشبه سعر اربعين الف فرنك فطي مسكين كان عنده تحويشة عمر امك نورثته 18 الف فرنك متروكي يعني للعاز تعرفون انسان ما يعرف اش يصير بالمستقبل فكان لازم يقترض البقية 20 الف فرنك من هون خمسة ومن هون عشرة ومن هون اثنين ومن هون خمسمية الى ان اعمل على نفسه سكوك كومبيالات بالحقيقة ما خلى احد ما دقبابه حتى يدبرون هاي الفلوس و حف مستقبل وكل في خطر رح يقضون حياتهم يوفون بهاي الفلوس اللي ادينوها وطبعا انتم تتخيلون بعد ما رحوا رحوا اشتروا هذه القلادة ب38 الف فرنك وراحت عند السيدة فورستي عاتبت قلت ليش تأخرتي انا كنت يمكن تحتاج الى هذه القلادة اخذت من الباكيت بل ما فتحت قلت مدام ماتيلدا فرحت انه ما فتحت حتى لا تقول اشو غيرتي القلادة همزين كانت فرحاني انه شالتها مثل ما هي وحطتها بالدولاب طبعا المرحلة التالية اشكالت كانت انه هذه الغجال والمغة مساكير سيقضون حيات يجلفون بالمواعين ويغسلون يصعدون ماء وينزلون ويعملون يشتغلون ليل ونهار حتى يفون الديون من هذه القلادة هو ما بس يشتغل بالدائرة قام يشتغل شغل آخر وهي صارت مثل عشو ما تمشط شعره وما بقى تلبس وما بقى يعني ما بقى تأكل مثل قبل تتبازر على الطماطع على الفلس والسلة اللي تشتري الأكل اللي تشترينه والأكل اللي تحضره والأكل اللي يأكلونه صار فدأكل بائس وقامت تحسب حساب كل فلس وطردت الخاذمة اللي كانت تشتغل عندها إلى آخره يعني قضت عشر سنين هي وزوجها يشتغلون حتى يفون هذه القلادة ويقعدون يفكرون مرات أش جان هذه الحفلة طلعت من خشمنا أش كانت هذه الحفلة وإحنا ليش دخنا بيا إلى آخره فاليوم أحكي معاها ما أحكي معاها تشجعت راح قلت صباح الخير جان هذه ما أعرفته وين هذه وين هذه من تسميني باسمي وما قلت مدام أنا ما أعرفك من أنت قلت أنا ماتيلدا الوازيل أنا تذكريني صديقتك حبيبتي وقامت تبوز بيا قلت أش كنجال كني جد جد كنت تشبهين جد جد كنت جد جد كنت جد قلت سوتي أنا قلت لأي تذكرين هذه التي أعطيتني حتى أذهب حفلة قلت لا قلت لا قلت تشبهها وعبرناها عليك وهاي عشر سنين إحنا نشتغل ليل ونهار حتى نوفي الديون اللي تراكمت علينا وبعد جهد وجهيد قدرنا نوفي هذه الديون وبالحقيقة الحمد لله والشكر هسا وفينا كل شيء وجيتوا أقدر أقلكي أنه قلت لم تفتح الباكت لم تشبه القلادة التي أعطيتني فجأة مدام فورستير تبتسم في ابتسامة غريبة وتمسك يدين متلدة وتقلة بإشفاق تقلة يا مسكيني كانت قلادة كاذبة كانت شبه ما كانت قلادة حقيقية كانت قلادة كاذبة ما تسوى 500 فرانك هاي هاي القلادة هاي القلادة هاي هاي كتب طبعاً هذه القصة كلش مشهورة منشورة في أدت في أدت كتب اسمه غي دوموباسان هو هذا الكاتب اوكي فإذن هذه القصة تعتبر نموذج للقصة القصيرة نقاد العالم متفقين على أنه هي نموذج ليش؟ لأن بيا كل العناصر عندها شخصيات ومكان وزمان ومنطق ما الأحداث ونهاية كلتكم تفاجأتم بيا نهاية عجيبة بيا تشويق بيا مصادفة بيا معقولية بيا تصوير درامي بيا تدرج يمسك الإنسان من يقراها يشدوا فعلاً هذه القصة بالنسبة إلي تشبه قصة آدم وحواء ناس عاشوا تعاسى طول حياتهم يركضون خلف أوهام بالحقيقة هذه الثمرة كانت وهم أشي يقول الكتاب المقدس فنظرت إليها شوفوا الفصل الثالث من سفر التكوين ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعين وأنها بعثة للفهم شعرف كأنه هذه هالشكل شوفوا الوهم هذه مسكيني ماتيلدا عاشت حياته في وهم يعني شنو إذا لبستي قلادة ورحت للحفلة وهذه القلادة غشيمي انتي غشيمي ما يقتلنا إلا الغشم ما يقتلنا إلا التفاهة والأوهام نتصور نتصور كل أحمر ما كل حمراء تمرة ولا كل بيضاء شحمة ولا كل مدعب الجوز هذه ماتيلدا هي صورتنا نحن من نقع في أوهام التصديق للقصص هذه ساعة قد أحكي أتوقف عند هذا الحد ونأخذ استراحة أكو أسئلة عن أسئلة تقول إننا لا نحب أن نقرأ التاريخ السبب هو لأن تاريخنا مليء بالحروب والنكد ومصائب نحاول دائما أن نقرأ حوالد تسرنا حتى ننسى ما حدث وما يحدث كلام كلام مضبوط بس إما تاريخ نقرأ تاريخ تواريخ أكو تاريخ تاريخ العظماء والأبطال وتاريخ القصص والحكايات حقيقة التاريخ ما هو التاريخ الذي يدرسونه بالمدارس ولا هو جزء من التاريخ التاريخ هو خبرتكم التاريخ هو خبرت أهلكم التاريخ هو تاريخكم أنتم من تبدون تفوتون بالعمر تبدي ذكريات الماضية تشتغل تبدون تتذكرون ناس حوادث ما تتعاملون مع هؤلاء هذه الذكريات هذه الأفكار اللي أنتم أنتم يعني حقيقة لازم هذا التاريخ وهذه الأحداث وهذه القصص نطمصها في الفكر نطمصها في تحليل حتى نطلع مننا دروس ورح نشوف في هذه المحاضرات بالأسابيع المقبلة رح نشوف عدة مفاتيح لقراءة مثل اليوم قرأت لكم قصة هذه الحلية في قصة آدم وحواء هي قصة كل زوج وزوجة يعني هذا المسكين هذا المسكين الرجال مبتلي بهكذا مرة مثل ما ابتلى آدم بحواء اللي شافت الثمرة هذه منية العقل والفهم زينيش عرفكي وليش ليش راح وراها هل يا تورا كان يقدر يغير مرتو يغير عقليته هل كان يحتاجون عشر سنين حتى يكتشفون تفاهت هاي كذا أفكار مو سهلة مو سهلة ما نقدر إحنا نقول يجب وعلينا ولازم لا لا مو سهلة التاريخ إذن تاريخ الآخرين هذه القصة ممكن تصير تاريخ الكم الضمير يؤنبونا عندما نكتب نرتكب أي خطأ لكننا ضعاف نعود ثانية إلى الخطيئة وإلى الأوهام الصلاة هي طريقة صحيحة وقتية أيضا فما هو الحل تمام تمام صحيح الضمير الضمير يؤنبنا على إيش على إيش يمكن ما يهمنا أن نزعل الله بس يهمنا أن الناس يحكون علينا ولهذا المخالفة عادات وتقاليد اجتماعية أكثر تأذينا من مخالفة الله هون أيضا الشعور بالذنب أو الضمير ما دائما يشتغل عدل ما أن كل الناس يشتغل عدل الضمير بحاجة إلى فلتر إلى تصفية ولهذا لمن داود رح يرتكب خطيئات الذكرون وبعدين رح يقول مزمور خمسين يقول خطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك خطيئته بس ما كان يشوف خطيئته إلى أن جانوا النبي ناثان وقلوا ذيك القصة كانك واحد عنده أربعين نعجة وجاروا فقير عنده نعجة وحده جانوا خطار هذا الشخص الزنقين قام رح أخذ النعجة مالجار وذبحه وقدمه للخطار مالته قال ما يصير هذا مجرم ولازم يتعاقب قال أنت هذا الرجل أنت رح تأخذت مرت أورية تشبي ومسكين وأنت ملك تعديت علينا وقتلته وخذت مرته ذاك الوقت انهار داود لأنه ما ضمير داود كشف الخطيئة لا النبي كشف له الخطيئة أنا ما أعرف خطيئتي بضميري لا الشعور بالذنب هذا نجي علينا بالمستقبل الشعور بالذنب ما دائما مقياس الناس ما تعرف خطيئتها ممكن ترتكب خطايا وتمشي قبل أنت قلت أنه ممكن أن يكون مصدر الخير والشر واحد كيف يسوع يقول من جوف الإنسان تخرج الأفكار الحسنة والشريرة صحيح لا ما قلت أنه مصدر الخير والشر واحد قلت ما ممكن يكون الله مصدر الخير والشر بنفس الوقت الله مصدر الخير هذا هو أساس ديانتنا ليتقدس اسمك الله مصدر الخير منين جاء الشر؟ هون سوف يبدأ في التساؤل العميق سوف ندرسه أيضاً ماذا جاء الشر؟ لماذا جاء الشر؟ هذه الأفكار الموجودة داخل الماتيلدا هذه الأوهام منين جاء الشر؟ هون سوف نرى أن الشر طبقات هناك طبقة فلسفية هناك طبقة جهل الناس تجهل ومن جهلة ترتكب أخطاء أكو طبقة أيضاً عدم وجود شخصية قوية هاي ماتيلدا ما عندها شخصية قوية تتصور أن الأغنياء سعداء بس ما صحيح هالشكل إحنا راح نشوف أنه هالأفكار كلتين راد لتصفية بالكلام عن الشكر هل هناك طريقة أو وسيلة للشكر في وسط الحزن أو الظروف الصعبة جداً جداً أو في الألم؟ نعم نعم إذا تريدين أو تريد أن تشكر ابتعد عن الصورة كيف نبتعد عن الصورة؟ يعني من عندك ألم أو عندك مأساة أو عندك مشكلة حاول أن تبتعد عن الصورة من نبتعد عن الصورة نشوفها بوضوع هذا الشخص اللي ملصوق خشمه على الواقع وما يبتعد عن الصورة ليش نقول المثقف هو إنسان يعني إنسان زين لأنه المثقف هو شخص يستفيد من وسائل أخرى لحل المشكلة لا يوجد حل واحد لكل مشكلة فإذا أكو ألم أو أكو حزن رحتوا إلى الدكتور وما طبتوا بطلتوا أروح إلى الدكتور أروح إلى الدكتور أروح إلى الدكتور اللاق حاول مرت اللاق أعرف أن أحد كاتب مشهور اسمه سلامة موسى لا بولوا السلامة يمكن كان اسمه سوى 14 عملية بحياته 13 فشلت الرابعة عشرة نجحت إلقى الطبيب الزين وهاية بس لو غيره كان يقول كافي يعني عمدته عشر عمليات كافي هذا ما يأس ما يأس وإحنا بعضنا بعض نقدر نساعد بالشكر يعني أشوف أخي واختي أنه الحمد لله والشكر أدنا بعض أشياء نقدر نشكر بيها حتى في نص المشكلة أغلب الأمور سيدنا التي تكلمت عنها بالفعل تحيط في مجتمعنا تحدث يعني لكن برأيك أليس للظروف سبب رئيسي لكل هذه الأمور بخص أخبار القتل والعنف يعني صحيح صحيح بس ما دائما صحيح هذا الكلام أن الظروف هي السبب يمكن هذول الجنود اللي بالموصل انهزموا قدام 300 داعشي يمكن كانوا نيمين يسوع يقول لا اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة رايحين إجازات ونيمين ولها السلعار نشلب بنا شون ينهزم سبعين ألف شخص قدام 300 شخص احنا أيضا ممكن نكون نيمين سابع نوم يسوع يقول هذوك الجاء جاء عليهم الطوفان كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون والنساء يزوجنا إلى أن دخل نوح السفينة ما تعرفون منين تجي الضربة فإذا استعدوا خذوا حذر هذا الحذر يقيك القدر احنا الحذر لمن نفكر عندكم أطفال لازم يكون عندكم صيدلية بالبيت الطفل معرض لأن يتوجع يقع ينجرح إذا ما أتكم توقع ما يحدث للطفل فإذا كان عندي صديق أيام زمان كان يقول لي من جالي ابني الأول من يعطس أركض على الدكتور ابني السادس من يبلع درهم أقول له مقطوع من مصروفك من اللي يتغير ما الطفل يتغير الأب الأب الظروفية هي بقى حسب الناس حسب الناس كل واحد يشوف الظروف يقراها قراءة أخرى القتل والعنف والذبح وإحنا نقف هالشكل مثل مسحورين أمام الظروف ونفتح ثمنا وننتظر الظروف تصير زينا وكي ننهزم مثل ذلك الجنود أمام الظروف أبداً أبداً الظروف ما هي اللي تتحكم بنا إحنا اللي نمسك زمام حياتنا أليس التعلم في الصغر كالنقش على الحجر إذا كنا قد تعلمنا أن نخاف ونركض خلف الأوهام من الصغر فكيف وقد كبرنا على هذا الواقع في المشتفى كيف نتخلص من هذا هذا خش سؤال خش سؤال تعلمنا أشياء غلط نستمر على الغلط بعد ما اكتشفنا أنه غلط أهلنا ربونا على أشياء من إحنا أطفال نستمر على طفولتنا نستمر على الضجر نستمر على الضوجة والكآبة والنكاد ياما وياما الناس عندهم كل شيء حتى يكونوا سعداء بس اللي بداخلهم من الضجر والنكاد ما يخليهم يتذوقون ولا شيء مثل ماتيلدا ما عاشت ولا قدرة تعيش ليش؟ لأنه ما قدرت تستفيد شوفوا يسوع عندهم فالجملة رائعة يقول انظروا إلى زهور الحقل انظروا ليش؟ لأننا نفوت يم الوردائي خطيما نشوفها يقول باوعوا باوعوا افتح عينك لا تزرع ولا تحصد ولا تل لكن أبوكم يلبسها زهور يلبسها أحسن من سليمان أما العصافير فلا تحصد ولا تزرع ولا تخزن في الأهراء وأبوكم السماوي يقيتها أنتم أفضل من العصافير والزهر أحسن من سليمان فإذا هذا التعلم ما كانت تعلمنا بالصغر ما تعلمنا؟ تعلمنا بشاورات هوني وهوني لكن لم يكن قررنا الإنجيل يمكن أن لا قررنانا بصورة صحيحة ولم نفسرنا بصورة صحيحة قررنا لكن لم نفسرنا لم نطبقنا على حياتنا ما كان يجب أن نطبقه ما هي حاجة الإنسان لله لو لا الخطيئة؟ طبعا هوني أكو مشكلة بهذا السؤال قيد راح علي وفعلا هذا السؤال راح نشوفه بالأسبوع القادم هل يا ترى بالأسبوع القادم يمكن راح يكون لأن الخميس القادم راح يكون عيد الصعود إذا لا يمكن أن نقوم بعمل الأربعاء المسى نفس الوقت ساعة ستة نسبق اليوم فقط الأسبوع القادم لأن عيد الصعود هو مثل الأحد والقذاديس لا سنقوم بعمل هل تريد أن نقوم بعمل الأربعاء؟ أو نأجلها على أسبوعين؟ كيف؟ لا يمكن أن نقوم بعمل الأربعاء؟ هل تقوم بعمل الأربعاء؟ حسنا، لكن فقط أسبوع القادم، نقوم بعمل الأربعاء، فالذي سنقوم بعمل الأسبوع القادم فأنا أريد أسبوع القادم أن أرى قضية المشاكل بين الأخوة قاينه هابيل هم قصة آدم إن راد لتكميل قليلا، لكن لدينا قصة قاينه هابيل للأخوة التي يتعاركون لا نتعارك مع يابان ولا نتعارك مع أهل شيلي أو أستراليا، لا مع أخوتي وخواتي أتعارك، مع الناس الذين في بيتي، مع زوجي، مع مرتي، مع أولادي، مع جيراني ولهذا الخطيئة سنرى كيف تظهر بيناتنا بين قاينه هابيل، عندما نقاين سيقتل هابيل ولماذا سيقتلوه؟ بسبب الله ليش الله قبل قربان هابيل، وما قبل قربان قاين، ليش؟ معناته الله منحاز منحاز لهابيل قاين ما يشوف خطيئته، أنه هو وين أكوف بذن جاني يجي في، كان يجي يقرب على الله مزارع كان يقرب أسوأ ما منتوجه، بينما قاين كان يقرب أجمل ما عنده، أجمل نعجي، أجمل خروف، كان يقربه هنا، الخطيئة كشفت منه الله، الله لا يريد يمشي، هنا سيشتغل الحسد، ليش فلان عنده، وفلان ما عنده؟ ليش مدام عنده قلادة وأنا ما عندي، ليش؟ وهل يا ترى ماتيلدة ضيعت القلادة، ضيعتها هالشكل؟ ما الذي صار سبب أنها ضيعت القلادة؟ ها؟ هل ما يجب أن نفكر بها؟ الخطيئة، القلق، الشعور بالنقص، الشعور الذي دمرها كل هذه الأيام والليالي، وعدم النوم والقلق، وزوجها المسكين، مبتلي بها؟ دائماً الخطيئة تدمر صاحبها، لو هي مرتاحة، فرحاني، وحريصة، وقبلاني بالوضع، ما كان وقعت به الورطة، بهذا النفق الأسود الذي وقعت نفسها بينه مسكيني، هذه ماتيلدة، إذن فعلاً، هوني رح يظهر الله بالمصير، في مسار حياتنا، ما يظهر الله مثل فت شرطي، يحسبنا لا، ما هو معنى حياتي؟ هل معنى حياتي أن ألبس وأرقص لساعة أربعة الصباح، وأتونس وأكل، والناس يمدحوني، وحكياني الشيخ، وحكي معي الوزير، وباوع عليه؟ هل أنا هذا مصير حياتي؟ هوني، هوني إحنا فعلاً، الخطيئة ساكنة، في مسار حياة هذه المرة، هذه الخطيئة، ما كانت تشوفها، بس بعد عشر سنين شافتها، تشوفها، خلاص، ضيعت حياتك، والسؤال الأخير، ما هو الجسم وما هي الروح؟ فعلاً، الجسم والروح مثل مرآة العقل السليم والجسم السليم، ولهذا إحنا الله يحب جسمنا، يحبنا، وهو صار جسم، صار إنسان، الله صار إنسان، أما نويل، واحد منا، هذا الجسم اللي عطانا هو مقدس، أنتم هياكل الروح القدس، بس الروح القدس يحل في أجسادنا حتى جسمنا يتنقى، احترم جسمك لأنه أنت ابن الله، كله تاريخنا، أنه هذا، لما نتناول جسم يسوع، جسد يسوع، حتى نحترم جسمنا ونقدره، حيث هذا موضوع يحتاج بعد أن نتعمق بينه بالأسابيع القادمة، وإن شاء الله نشوفكم أكثر وأكثر، والله يبارك بكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر